في محاولة منها لاستغلال اللحظات الأخيرة قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض دفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى زيادة الموافقات لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية وبحسب الهيئة التابعة لوزارة جيش الاحتلال التي ترخص بناء المستوطنات فإنه تقرر الموافقة على بناء 780 منزلا إضافيا في مستوطنات الضفة الغربية القرار الجديد ببناء المستوطنات قبل بإدانات محلية ودولية حيث أكدت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن الحكومة قررت تقنين أكثر من 90% من المنازل الواقعة في عمق الضفة الغربية وأكثر من 200 منزل تقع في بؤر استيطانية غير مصرح بها عمال البناء والموافقات الجارية في الضفة الغربية سيئة جدا بالنسبة لإسرائيل لأنها ستمنع إمكانية حل الدولتين في اتفاقية السلام وأعتقد أن القرار الإسرائيلي المتزامن مع مغادرة إدارة ترامب البيت الأبيض هي رسالة إلى بايدن بأنه سيخوض مواجهة وسيتعين عليه التعامل مع قضايا إسرائيل إذا أراد النجاح في ولايته بدوره طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء الوحدات السكنية الجديدة محذرا من أن مثل هذه القرارات تقوض حل الدولتين ولا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بريطانيا من جانبها طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة معربة عن قلاقها من تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية وللحقوق الفلسطينية ومشددة على أن الأمور ستصبح أكثر تعقيدا بعد قرارها الأخير وكانت إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 27 ألف وحدة استيطانية خلال ولاية ترامب أي أكثر من مرتين ونصف العدد الذي تمت الموافقة عليه خلال الولاية الثانية لأوباما اشتركوا في القناة